صلت مركز المعلومات ودعم اتخذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة والذي كشف عن أن استخدام النفط في النقل سوف يتراجع بعد عام 2026 نتيجة التوسع في المركبات الكهربائية كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات العالمية في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهم وإنتاجهم في طريقها للوصول إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015 حيث من المتوقع نموها بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 528 مليار دولار هذا العام